نتهم على بوادر الانفراج اللي لحت في الأفق في قطاع السيارات في الجزائر بعد أكثر من خمس سنوات من منع الاستيراد لدواعي الأزمة الاقتصادية لأنه يجب أن نقول لماذا منع الاستيراد وهو لأجل أزمة اقتصادية ضربة الجزائر بانهيار أسعار البترول مجمع ستاليونتيس ربما هو العنوان الكبير لهذا الانفراج والذي بدأ في 2023 بتسويق العلامة فيات والذي بدأ بتسويق فيات 500 وفيات تيبو وفيات حتى الوتيليتير كما نقوله وسيبدأ مصنعه بوهران في الإنتاج في ديسمبر هذا القادم 2023 دخول علامة أوبال في سنة 2023 بثلاث موديلات هي جران لند الأسترا والموكا بربع آلاف وحدة ستتدعم العلامة أيضا بكورسا والسيارات الكهربائية في 2024 ساليونتيس اللي راح يدخل سنة 2024 بموديل بجو سيتروان جيب وألفا روميو إضافة إلى ذلك هناك توقعات أيضا بعودة علامة رونو عبر مصنع وهران مع كل من داسيا ريث الوصول لاتفاق حول رفع نسب الإدماج وتطوير النسيج الصناعي والتكوين في هذه الوحدة الانتاجية اللي هي شرط من الشروط الأساسية للجزائر اليوم متوقع أيضا عودة العلامات اليابانية في 2024 تويوتا نيسان سوزوكي والإيسوزو بكل أنواعها وخاصة الوتيليتير كما يقولوا العلامة الأمريكية شيفرول ستكون منتظرة في 2024 إضافة إلى كيا الكورية ضف إلى ذلك علامات اللي ستدخل بقوة في السوق هي العلامات الصينية سنة 2024 بعد شيري في 2023 إضافة إلى جيلي دي افسكا هذا ما دخلوا في 2023 ننتظر في 2024 علامات أخرى مثل جريت وول فيكتوري جيتور كيري بايك جي ام سي دونك فانج وجوير والأم جي الصينية